شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم مقدمة قصيرة وهي أن إحدى الظواهر التي نشاهدها في هذا الكون هي ظاهرة التفضيل هناك تفضيل في عالم الجماد وهناك تفضيل في عالم النبات وهناك تفضيل في عالم الحيوان وهناك تفضيل في عالم الإنسان وهناك تفضيل لكل نشأة متقدمة على ما يليها من النشاءات في سلم الوجود القرآن الكريم يشير إلى ظاهرة التفضيل في آيات متعددة مثلا الله تعالى يشير إلى التفضيل في عالم النبات ويقول ونفضل بعضها على بعض أن ألوانها مختلفة مختلفة وأشكالها مختلفة وطعومها مختلفة وربما يكون النبات الواحد يختلف في طعمه أو في لونه أو في رائحته القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم بالنسبة إلى الأنبياء يقول وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ على بَعْضَ القرآن الكريم بالنسبة إلى الرسل يقول تلك الرسل فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْض في ظاهرة التفضيل هناك ثلاثة مباحث المبحث الأول وجود الظاهرة لماذا التفضيل؟ وحتى بيننا نحن البشر هناك ذكي وهناك أذكى هناك جميل وهناك أجمل هناك طويل وهناك قصير هذا التفضيل لماذا؟ تحدى الأجوبة المطروحة في هذا المجال ونذكرها بعنوان الإحتمال هي أن ظاهرة التفضيل هي مقتضى النظام الأتم النظام الأتم وبعبارة أخرى النظام الكامل يقتضي وجود ظاهرة التفضيل الآن أمثل لكم بمثال لتقريب هذه الفكرة وإذا الجماد اعترض عليكم وقال لماذا أنا جماد؟ أنا أريد أن أكون نباتا الوجود النباتي يمثل وجود متفوق الجماد يريد أن يبلغ ذلك الوجود المتفوق ونفرض أن القدرة كانت بيدكم الله تعالى فوضكم هذه القدرة أنتوا بناء على هذا المنطق يجب أن تلغوا الجماد من دائرة الوجود يصير عندنا فتكون حجر مابي مدر مابي ماء مابي هواء مافي كون بلا حجر ولا مدر ولا ماء ولا هواء ليش؟ لأن الجماد يريد أن يكون نباتا جيد هذا الكون اللي مافي حجار ومافي مدر ومافي حديد كيف تبنون فيه البيت؟ الكون الذي لا يوجد فيه ماء إذا عطشتم كيف تروون هذا العطش؟ الكون الذي مافي هواء رئتكم بل كل خلايا بدنكم تحتاج إلى الهواء إذا ماكو هواء ماذا تصنعون؟ الكائنات الحية تموت ولكن أنتم تريدون أن تستجيبوا لمنطق الجماد بجرة قلم ألغيت الجماد من الوجود جيد وكل الجمادات تحولت إلى نباتات الآن نجي إلى المرحلة الثانية نريد نشوف أن هذا المنطق منطق إلغاء التفضيل إلى وين يوصلنا؟ نجي إلى النبات النبات يقول للكم ليش أنا نبات؟ أنا خطيئة أنا أطمع أن أرتقي في سلم الوجود أن أكون حيوانا أنتم أيضا استجابة لهذا المنطق بجرة قلم تنهون النبات من الوجود إذن أشجار بعد ما عدنا أثمار بعد ما عدنا أوراد هذه الأوراد الحمراء والخضراء والصفراء بعد ما عدنا بالوجود لأن كل النباتات تحولت إلى حيوانات جيد نمشي ويهذا المنطق نشوف إلى وين نوصل نجي إلى عالم الحيوان الحيوان يقول للكم ليش أنا حيوان؟ أنا أطمع أن أكون إنسانا هاي النملة المسكينة ليش تبقى نملة مسكينة؟ تريد أن تكون بشرا متطورا هاي النملة من مليون عام تعيش في هذا الوضع نملة قبل مليون عام ونملة هذا العام تعيش نفس الوضع ليش هذه النملة تطمع أن تكون بشران متحركان متطوران منتجان فإنتوا أيضا يجب أن تلغوا الحيوان من دائرة الوجود شنو صار عدنا؟ جماد ما عدنا نبات ما عدنا حيوان ما عدنا عدنا بشر جيد نجي إلى البشر هذا المنطق خب ما إلى نهاية البشر الياد المسكينة تقول ليش أنا ياد؟ أنا أريد أن أكون عينا طبعا العين أشرف من الياد انتو تدافعون بيدكم عن عينكم الرجل تقول لماذا أنا رجل؟ أنا أريد أن أكون قلبا لأن القلب هو الأشرف جميع الأعضاء والجوارح تقول نحن نريد أن نكون المخ المفكر والعقل المفكر إذن الإنسان ألغي شنو بقى؟ فدمخ هالشكل ينبو انتو على هذا المنطق ألغيت كل شي في هذا الكون وتحولت هذه الحياة إلى مجموعة من الأمخاخ النابضة هالشكل النظام الأتم يقتضي وجوده هذا التنوع هذا مثل انمثل لكم بمثال متواضع أنتو تريدون أن تبنوا بيتا هذا البيت يحتاج إلى أبواب يحتاج إلى جدران يحتاج إلى أرض يحتاج إلى سقف يحتاج إلى غرفة نوم يحتاج إلى غرفة طعام يحتاج إلى حديقة الآن كل لبنة من هذه اللبنات تقول أنا أريد أن أكون سقفا هل يمكن أن تبنوا هذا البيت؟ فدبيت فقط سقف بي لأن السقف على هذا المنطق أشرف من الأرض وأشرف من الجدران فدبيت ابنه سقف الشكل معلق في الهواء شنو جوابكم؟ جوابكم أن الحاجة تقتضي بناء بيته البيت يجب أن يكون فيه جدران وآرض وساقف وأبواب وغرف متنوعة بأشكالها المتنوعة هذا هو المبحث الأول وجود الظاهرة المبحث الثاني تشخص الظاهرة آمنا بأنه يجب أن يكون هناك تنوع طبق هذا الجواب لأن التنوع هو مقتضى النظام العتاء ولكن لماذا هذه اللبنة بالذات تكون في هذه الغرفة؟ التشخص لماذا؟ إحدى الأجوبة الموجودة في هذا المجال ونذكرها على نحو الإحتمال أنه عندما تكون هناك حتمية للطبيعي أنت بالنتيجة هذا الطبيعي يعني هذا الكل يجب أن تطبقوه على حصة من الحصاص وأي شكل من أشكال تطبيق الطبيعي على حصة صح يواجه بهذا الاعترام أكو هنالك مثال معروف لعله هذا المثال مذكور في شرح التجريد يقول كرغيفي الطالب وطريقي الهارب أكو أمامكم رغيفان أنتو يجب أن تأكلوا أحد الرغيفين لسد فورة الجوع الرغيفان متساويان من جميع الجهات جيد تتجهون إلى الرغيف الأول تردون تأكلوا الرغيف الأول يقول ليش إلي تأكلني ليش ما تأكل الرغيف الثاني تتركون الرغيف الأول وتتجهون إلى الرغيف الثاني الرغيف الثاني يقول إلي ليش تأكلني أكل الرغيف الأول فأنتو ماذا تفعلون شنو موقفكم في هذا المجال قولوا آكل نصف هذا الرغيف ونصف ذلك الرغيف تأكلون النصف الأيمن لو النصف الأيسار من الرغيف الأول فلاجم تقعدون هالشكل إلى أن تموتوا من الجوع هالشكل لو أنتوا في صحراء وإذا بكم تشاهدون سبع يطاردكم من بعيد ركضت وركضت وصلت إلى مفترق طريقين الآن تذهبون من الطريق الأول لماذا؟ تذهبون من الطريق الثاني لماذا؟ تذهبون في الطريقين معا ما عدكم قدرة تكوينية على الدخول في الطريقين معا إذن لازم توقفون في مكانكم حتى السبع يجو يا كلكم هالشكل لو بالنتيجة ما دام الكلي حتمياً أنتوا ذاك الكلي اتطبقوا إما على هذا أو على هذا الكون يجب أن يكون فيه جميل وأجمل بمقتضى المقدمة الأولى الأخ الأكبر يكون جميلاً والأخ الأصغر يكون أجمل يقول الأخ الأكبر يقول ليش أنا جميل وذاك أجمل خب ماذا نفعل؟ نجعل الثاني هو الجميل والأول هو الأجمل ليش نفس الأشكال الموجود الكون يحتاج إلى ذكياً وأذكى هذا الكلي هذه الحتمية الملحة يجب أن تطبقوها على الأفراد بالنتيجة هناك ألف وباء إما ألف يكون أذكى وباء يكون ذكياً أو بالعكس ماذا تصنعون؟ بالنتيجة هذه الكلية يجب أن تطبقوها على أحد الفرد ولا يمكن لألف أن يعترض لماذا أنا الذكي؟ هذا هو المبحث الثاني المبحث الأول وجود ظاهرة التفضيل بشكل عام المبحث الثاني تشخص ظاهرة التفضيل في حصصها الجزئية الخارجية البحث الثالث ما هو الموقف تجاه ظاهرة التفضيل؟ تفضيل موجود في الكون شئنا أو أبينا ما هو الموقف؟ الآية الكريمة التي تلوناها تشير إلى هذا الموقف القرآن الكريم في سورة النساء ولابد أن هناك حكمة في أن هذه الآية في سورة النساء الآن إحدى المشكلات الكبرى المطروحة في العالم قضية المرأة وقضية الرجل وفي الغرب هناك قضيتان مهمتان مطروحتان إحداهما قضية المرأة والأخرى قضية أخرى قضية المرأة أكو هناك رجل وأكو هناك مرأة وأكو هناك اختلاف في الأحكام ليش هذا الاختلاف في الأحكام؟ طبعاً مو كلامي في هذا هذا يحتاج إلى بحث مستقل ليش هذا الاختلاف؟ لماذا إرث المرأة نصف إرث الرجل؟ الجواب بكلمة في باب الميراث في أبواب أخرى أكو هناك اختلاف ليش هذا الاختلاف؟ التشريعي طبعاً هذا مو كلامي هذا بحث عرضي الجواب بكلمة واحدة شو يدققوا في هذه الكلمة أنتو تقبلون أكو هناك اختلاف تكويني بين الرجل والمرأة وما تقبلون؟ دعاة المساوات بين الرجل والمرأة في كل شيء تدرون مثل هذا شنو؟ مثل فدكتور يطي لمرضاه كلهم نوع واحد من الأدوية لقيمة المساوات وبمقادير موحدة المساوات 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 ربما تكون قيمة وربما تكون ضد القيمة مو محل هذا لأن اكو اختلاف تكويني بين المرضى المعلم يطي لتلاميذ كلهم نمرة واحدة درجة واحدة ليش؟ يقول المساوات أكو اختلاف تكويني بينهم كيف تعطيهم درجة واحدة في الامتحان؟ المرضى أكو اختلاف تكويني بينهم كيف تعطيهم دواء واحد؟ هذا ضد العادل المساوات مو مساوية لمفهوم العادل المساوات في بعض الأماكن ضد العادل سؤالنا هذا انتو تقبلون أكو اختلاف تكويني بين الرجل والمرأة أو متقبلوا؟ شوفوا ما يقوله العلماء العلماء الجدد الاختلاف التكويني في نقاط كثيرة بين الرجل والمرأة حتى في حجم المخ يختلف هذا بحث علمي هذا مو بحث ديني اختلاف تكويني اذا قبلتم الاختلاف التكويني بين الرجل والمرأة فلابد أن تقبلوا بالاختلاف التشريعي الاختلاف التكويني يتعقبه الاختلاف التشريعي قهرا واضحا القرآن الكريم في هذه الآية في سورة النساء يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض هاي المشكلة مشكلة خطيرة مشكلة التمني لتظنون أنها مشكلة هينة من أخطر المشاكل ليش مشكلة التمني من أخطر المشاكل أولا فيها بعد إيماني وعقائدي أو عقدي هذا اعتراض على المشية الإلهية الرجل الذي خلق طويلة يقولون كل واحد عادة غالبا كل واحد يميل إلى ضده يعني الطويل ما يحب الطول القصير ما يحب القصر عادة أو في كثير من الأحيان السمين ما يحب السمان الضعيف يحب أن يكون سمينة واحد خلق جميلاً يحب أن يكون أجمل إذا واحد الآن خلق قبيحاً ماذا يفعل؟ يسخط على القدر الإلهي هذا اعتراض على المشية الإلهية طبعاً كثير من هذه الأشياء مربوطة بالبشر أنفسهم الآن هذا بحث آخر بما كسبت أيديهم الآن نفرض أن القضية مرتبطة بالمشية الإلهية هذا اعتراض على المشية الإلهية هذا أولاً هذا البعد الأول البعد الثاني للتمني تدمير سعادة الفرد في الحياة واحد يدمر حياته النملة إذا تفكر أنا ليش نملة؟ الله ليش خالقني نملة؟ لا، أنا أريد أن أكون موجوداً آخر أتى حياتها تدمر من العجائب كما يبدو لنا طبعاً إحنا ما عدنا إطلاع على عالم الحيوان يعني الشيء اللي يبدو أننا نرى الحيوان يعيش بكامل كيانه يعني الله طال حد من الوجود حد من الوجود مثل ما أنتوا تطلون حد من الوجود فد خشبة تأخذوها تردون تسوون فد لعبة القصور تدرون خوشونه لعبة القصور كل خشبة تقصونها تضعونها بشكل معين تطلوها حد من الوجود لون من الوجود هاي النملة الله إطالها نحو من الوجود الشيء اللي يبدو لنا أنها قانعة بما أعطاها الله وتعيش كل وجودها وتعمل بكل قوة تدعب في حركتها وما تفكر يميناً وشمالاً نفياً وإثباتاً الله مطيها هذا الوجود لازم تمشي في طريقها وتعدي مهمتها الطيور شايفيها تصدح بكل وجودها شوفوا البشر منكمش منقبيض خلق ما عنده متشائم اللي يبدو لنا هذا الموجود الوحيد كل الموجودات تعيشوا حياتها كاملتاً مهما كان لها من مرتبة الوجود فقط هذا البشر كله يفكر ليش ما عندي ليش فلان أجمل مني ليش فلان أذكى مني يدمر حياته بهذا التفكير مو فقط يدمر حياته يدمر آخرته الله أعطى لك حد من الوجود لون من الوجود تفضل الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الحد عرفت الحكمة في ذلك أو لم تعرف امشي في طريقك أما أنه كل دقيقة واحد يتوقف و يفكر في ما يفقد الله مضطيلة ملايين النعم فد نعمة ما مضطيلة كله يفكر في هذا الجان تدمير الحياة هذا التمني عمل مدمر و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا تتمنوا ما حياتك؟ امشي هذا هو البعد الثاني البعد الأول هو البعد العقائدي الخطير البعد الثاني هو البعد الشخصي وهو أنه التمني يدمر الحياة السخط على الله يدمر الحياة البعد الثالث وهذا بعد خطير للتمني تدمير المجتمع مجتمع يدمر احنا هذه الخلافات اللي عندنا هذه المؤامرات واحد يتآمر ضد الثاني جماعة يتآمر ضد الجماعة الثاني ليش؟ ما أقول كلها كثير منها لهذه القضية افلان واحد عنده قدرة افلان واحد عنده مقام افلان واحد عنده منصة واحد ما يتمكن يشوف وإذا بالمؤامرات تشتغل ليلة ونهار وتدمر الأمة وتستنزف الجهود في قضايا هامشية كثير منها افلان واحد أذكى مني ليش أذكى مني؟ لحكمة إلهية أحاول أن أحطمه أحاول أن أدمره أكو قضية لطيفة تنقل في أحوال الوحيد البهبهاني الوحيد البهبهاني من كبار العلماء في القرن الثالث عشر ويعتبر مجدد وله دور اجتماعي كبير لاحظوا تاريخ وذاكرين في أحوال أن كل المجتهدين الذين كانوا في عصره على الأقل اللي كانوا في بلده كلهم تلاميذه المجتهدون الكبار هذا عاش إلى أن بلغ حوالي الثمانين بعد الثمانين شعر بتغير الشياب بعضهم واحد يشوفهم يعيشون ذاتهم واحد عندما يشيخ يشيب كل قواته تدمر جماله يروح قوته تروح ذاكرته تروح فبعض الشياب يبتلون بحالة الكآبة بينما إذا واحد يعيش نعم الله ولا يعيش ما يفقد واحد دائما يجب أن يعيش ما يجد ولا يعيش ما يفقد ولا يفكر في ما يفقد الكبار يبتلون بحالة الكآبة الآن شبابنا مبتلون بحالة الكآبة فكيف بشيابنا الروحية خاملة ضعيفة أول الصبح واحد يقوم لا عنده نشاط فكري لا نشاط روحي حزن أكو ألم أكو ليش على شنو الوحيد البهبهاني بعد الثمانين وبعد تلك العظمة والشوكة شعر بتغير شوية شوية معلومات أخذ يفقدها قدرها يا الله مطينا الموخ نحن مغرورين يالله بكلمة واحدة واحد ينسى كل معلومات أكو عندنا قضايا عجيبة في هذا الميدان الآن مو مجالها حتى تنظرون واحد من اللي ابتلوا بهذا الشي قال أنه الطبيب قال لي عن طرف رجال الإسعاف قالوا لي هاي الساعة ساعة كام يقول كل ما نظرت ما أدري قلت ما أدري ثلاثين عام أربعين عام يعرف ساعة سبعة ساعة ثمانية لحظة واحدة ينسك كل شيء بجلطة واحدة في قضية الآن ما علينا في زيارة كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أكو ولا تسلبني ما أنا فيه لحظة واحدة الله يسلب إحنا على الهوى عايشين لو لا لطف الله كنا رايحين شاف معلومات دا ينساه الآن ماذا يفعل؟ الاعتراف بالواقع اعترف بالواقع جمع تلاميذه قال أنا بعد ما أصلح للفتوى والإدارة والشؤون المرجعية والشؤون العامة أنا أريد أستقيل لأنه تلك الحالات اللي كانت عندي بعد الآن مو موجودة عندي قالوا له خوب ماذا تقترح شيخنا الشيخ محمد باقر البهبهاني قال أقترح أن توزعوا المسؤوليات بينكم أنا كنت أنهض بأبعاد متعددة وزعوا هذه المسؤوليات بينكم قالوا كيف؟ قال السيد اقتراحي هذا السيد مهدي بحر العلوم للإفتاء والمرجعية كان من تلاميذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء للتدريس والتعليم السيد عبد الله الشبر لإمامة الجماعة أكبر جماعة كانت تقام قال اقتراحي هو ماذا يفعل؟ بعد ذلك الأوج اللي كان عنده هل انكفى على نفسه في بيته؟ لا قال وأنا أدرس الدروس الابتدائية للطلبة هذا المرجع الكبير أستاذ الفحول وإذا به يأتي ويدرس لمجموعة من التلاميذ شرح اللمعة من عمره ثمانين إلى قريب التسعين من عمره وبعد ذلك اختاره الله إلى جواره هذه المشاكل الاجتماعية التي عندنا تابعة من هذه الحالة حالة التمني المؤامرات الغيبة التهمة النميمة أما إذا واحد يقنع بما وهب الله لا ويمشي في حياته هذه الفترة القليلة الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نعبد إلا واحد يشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى أما أنه كله يفكر ليش أنا طويل ليش أنا قصير ليش أنا سميد ليش أنا ضعيف ليش خشمي طويل ليش خشمي قصير يدمر حياتي ليش فلان أذكى مني ليش فلان تقدم عليك ليش أنا في الرطبة العاشرة يدمر حياتي وديني ومجتمعا شوفوا شقد أكو عمق في هذه الآية الكريمة لا تتمنوا ارتاحوا ترتاحوا تربحون دنياكم وآخرتكم ليش زوجتي سيئة الأخلاق أخوان زوجة أحدهما حسنة الأخلاق هذا الأخ الثاني ابتلي بزوجة سيئة الأخلاق كله يفكر ليش أنا ابتلي أدري هذا التفكير هل يؤدي إلى شيء بجدوى لو ما بجدوى الآن أنت مبتلى ثم ماذا؟ ليش تضيف إلى الإبتلاء الخارجي إبتلاء النفسية وكذلك المرأة ابتليت بزوجة سيئة الأخلاق كلها تفكر ليش أنا هالشكل أختي رجلها تاجر عالم خطيف حسن الأخلاق وزوجه هذه الثانية سيئة الأخلاق فقير قبيح هذا مبتلية بعد أكو حال؟ روح وراء الحال ما أكو حال هذا هو طبعاً هواي صعبة القضية هواي صعبة فقير ميت حملي يشوف وجود فقير ثاني شايفين اثنين فقراء على باب المسجد هذا يشوف ذاكي منافسة ذاكي يشوف هذا منافسة هذا يتآمر ضد ذاكي ذاكي يتآمر ضد هذا تاجران في سوق واحد هذا يشوف ذاكي ذاكي يشوف هذا هابيل قابيل قابيل يقول ليش أخوي هابيل إذ قرب قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك 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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب أكو مجال مجال مطلق ما عندك الكون الكون مو كل شي تحت اختيارك تتمكن تغير أبوك أمك زمانك قول أنا أريد أكون في زمان طفان نوح ما يصير أنت مجبور تكون في هذا الزمان ولكن أكو مجال أكو مجال للحركة أكو مجال للتغيير أكو مجال للتقدم للرجال نصيب يعني حظ مما اكتسبوا اكتسب أكو عندنا واهب وعدنا كسب الواهب يمكن ما يمكن تغيره لكن الكسب يمكن تغيره للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا هذا المقطع الثاني لاحظوا الترابط هل القضية تنتهي عند هذا الحد؟ الجواب كلا لتفكر فقط الحياة تدور حول محور الاكتساب أكو فد بعد آخر هو البعد الغيبي إحنا لن قشمر أنفسنا بالمعادلات الطبيعية فقط واسألوا الله من فضله هم حركة وهم سؤال من الله سبحانه وتعالى إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا هناك بعض الروايات في هذا المجال أقرأها بسرعة في تفسير البرهان المجلد الخامس صفحة ميتين وثمونطعش سألت أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه عن قول الله وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ قال لا يتمنى الرجل امرأة الرجل ولا ابنته ولكن يتمنى مثلهما هذا ما في إشكال لأن في دائرة اكتسابك الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله قسم الأرزاق بين عباده لعل كلمة الأرزاق مو فقط المال العلم أيضا الحلم أيضا الأخلاق أيضا وأفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد هذا الفضل منوط بماذا؟ قال الله واسأل الله من فضله هذا الفضل لا يُعطى إلا لمن يسأل الله السؤال من الله كلش مهم الرواية الأخرى الراوي يقول قلت لأبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه جُعِلتُ فِدَاكِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّوْمَ بَعْدَ الْفَجْرِ مَكْرُوحُ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن الأرزاق تُقسم في ذلك الوقت فقال إِنَّ الْأَرْزَاقَ مُوظُوفَةٌ مَقْسُومَةٌ وَلِلَّهِ فَضْلٌ يُقَسِّمُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلى طلوع الشمس وذلك قوله وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ثُمَّ قَال وَذِكْرُ اللَّهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْآرْضِ أَكُ هُنَالِكْ فَجْشِي مُقَدَّرِ المقدر يصلك ولكن أكو هناك مزيد هذا المزيد يعطى بالسؤال بين الطلوعين ولذلك النوم بين الطلوعين هذا من حكمة مكروه في ذلك الوقت لأن تحرم من ذلك الرزق وحتى أحد الأفراد أفراد نقل لأن الأطباء يوصون أن لا تناموا بين الطلوعين يوصون مرضى الكلية يقولون لا تنامون بين الطلوعين لأن هذا النفس يؤثر تأثير عجيب على الكلية تأثير إيجابي عن الباقر والصادق عليهما السلام في قوله تعالى وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ هذه الآية وآية أخرى إِنَّهُمَا نَزَلَتَ فِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أكو بحث أن الصحابة ليش قاموا ضد عليٍ بعض الصحابة طبعاً مو كلهم وإلا فيهم قمام مثل أبو ذر وسلمان ليش كانوا ضد الإمام أمير المؤمنين جزء مننا هذا هذا من عوامله عليٌ كان بينهم صلوات الله عليك كالنجم في السماء هكذا كانوا ينظرون إلى علي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان متفوق وجود متفوق في كل الأبعاد هذا الحسد دفعهم إلى معادات عليٍ صلوات الله عليه والرواية الأخيرة في هذا المجال مذكورة في الكافي هذا كتاب مرآة العقول المجلد العشرون صفحة أربعمية واثنعاش الكلين يروي عن عدةٍ من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى ثقة عن علي ابن الحكم ثقة عن زرعة ابن محمد واقفي ثقة هذه الرواية موثقة الرواية طويلة أقرى مقاطع منها يقول كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فالإمام قال له ضمن ما قال قل أسأل الله من فضله ففعل يعني أخذ يكرر هذه الكلمة فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر يعني مالك تلك الجارية فجاء إلى الرجل هذا الجار فقال يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جارية تكون عندك أخليها أمانة عندك لاحظوا عقل الرجل وتقوى الرجل فقال الرجل ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي واحد يجب أن لا يدخل يده في فم الثعبان لأن فدمر الثعبان يقطع ايده هذا خطر فقال أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك إلى آخر الرواية فوصل الرجل إلى مقصوده بتكراره هذه الآية أو بقراءته هذه الآية الله أسأل الله من فضله وأسأل الله من فضله هذه ثلاثة أمور الأمر الأول الأمر الأول ينبغي على الإنسان ألا يتمنى ويربح دينه ودنياه النقطة الثانية هناك مجال للحركة وللسعي النقطة الثالثة أن كل الأمور لا تتلخص في المعادلات الطبيعية وإنما هناك وراء المعادلات الطبيعية معادلات غيبية وينبغي على الإنسان الآن هذه حاجة صغيرة هناك حاجات مهمة حاجات كبيرة واحد ينبغي لأجلها أن يسأل الله من فضله فإن هذا السؤال مفتاح الفضل الإلهي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارتي الأفهم بالآياتي أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي شكراً للمشاهدة